نروح لكاس العالم 22 ونا النهاردة حلقاتنا النهاردة وحلقاتنا الاسبوع ده كله هتكون مرتبطة بكاس العالم كاس العالم فيه تاريخ طويل جدا وبنكلم على ذكريات ومطشاط ونجوم ونهائيات وملاعب وستدات كرنفال عالمي ما اعتقدش انه فيه حدث فيه حدث على سطح الكوكب مهما كان اهميته مهما كان مستوية مهما كان حجم الحضور فيه بالنسبة للكوكب ممكن يشد اهتمامه زي بطولة الكاس العالم بطولة بنستنها اربع سنين مرة كلها اربع سنين وبتلاقي العالم كله حتى المنتخبات يعني احنا انتخب بصر مش رايح لكن اكيد طبعا المصريين هيبقوا وراء شاشات التلفزيون في اغلب المطشاط عشان يتابعوا البطولة حالة الشغف بكرة القدم الكرنفال شكل الجواهير الملاعب كلنا في حالة ترقب دلوقتي وتدعى تقول ان كل واحد بدأ العدل التنازلي الخاص به عشان بداية البطولة فالنهاردة وبكرة وبعده على مدار الاسبوع هنتكلم كاس عالم وذكريات وهناعرض لكم قصص واساطير ولقطات يمكن اجيال كتيرة جدا ما تكونش سامعت عنها او كانت شفيتها النهاردة وصل مجسم كاس العالم لقطر بعد ما كان يعني واخد جولة على سطح الكوكب جولة شملت اكتر من خمسين دولة ومنطقة ودي جولة معتادة طبعا كل اعتقد انه حتى يمكن قبل كاس العالم في روسيا يمكن عشان مصر كانت مشاركة طبعا كاس العالم جيه هنا نسخة كاس العالم جات عندنا هنا في مصر وكان لها زي فعاليات والناس راح تتصورت وقوي الاخر فهو بيلف في عدد كبير جدا من دول العالم وصل خلاص اردى لقطر وكاس العالم ان شاء الله هينطلق في بدايته يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والاكوادور هيكون في حفل افتتاح طبعا كبير جدا نتمنى طبعا لازم نتمنى النجاح لقطر فيه شيء هيحسب للمنطقة كلها وللدول العربية قدرتها على استضافة حدث كبير جدا زي كاس العالم وعتقد انه هم على رغم من كل يعني محاولات الهجوم او التشكيك او الاتهامات اللي طالت المسؤولين عن تنظيم البطولة في السنوات الاخيرة لكن اعتقد انه شكل البطولة في النهاية بصرف النظر عن التفاصيل دي مش بتاعتي يعني مش هلا اللي هتكلم فيها اعتقد انه هيكون كاس عالم فريد من نوعه ونتمنى النجاح ان شاء الله بإذن الله نتكلم طبعا انه بدايةا من النسخة اللي بعدها هيكون عندها لو ما تأهلناش بقى 20-26 يا في مشكلة لانه نسخة 20-26 هتلعب بـ 48 منتخب ومفترض انه حسة قارة افريقيا من المقاعد في النسخة دي هيوصل لعشر مقاعد يعني بدل ما كان بيتأهلن عندنا خمسة بقى بيتأهل عشر واعتقد انه مصر لازم تكون لازم تكون من ضمن العشر منتخبات دي